اختتمت في ألمانيا اجتماعات الجمعية العامة لمجلس الكنائس العالمي التي أقيمت هذا العام تحت شعار محبة المسيح تدفع العالم إلى المصالحة والوحدة بحضور العائلة المسكونية العالمية بما فيها الشرق أوسطية وأكد المجتمعون على أن محبة المسيح تحملنا بقوة الروح القدس إلى عالم أكثر حياة وأمانا وهي محبة تتجسد في قلب هذا العالم لتنتصر على الأهواء والخطيئة وكل المصعب وركزت الاجتماعات التي شارك بها مئات المؤمنين على عدة قضايا رئيسية تتعلق بالسكان الأصليين في العالم إلى جانب مسائل وقضايا أخرى مسيحية مسكونية وإنسانية